لا تنبه أزمة تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق بحل قريب وسط صراع بات يحتدم أكثر فأكثر وصولا إلى تعيين تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات بدل أعضائها الحاليين في الوقت الذي تقول المفوضية إنها ستطعن في قرار البرلمان بهذا الصدب وحول موقف المفوضية المتشدد ورضها الإقرار بالخروقات الجسيمة يبدو أن دعم بعض القوى السياسية المستفيدة لمجلس المفوضية قد شجعها على رفض طلب البرلمان بالعبد اليدوي أو إلغاء انتخابات الخارج والنازحين حيث سيؤثر هذا القرار على ترتيبها بالانتخابات أبرز المتأثرين سيكون اتلاف العراق بزعامة جمال الكربولي واتلاف سائرون الذي يتزعمه الصدر ووجه اتهامات إلى البرلمان بارتكاب مخالفات دستورية بالإضافة إلى كتلة ميليشيا العصائب المنضوية ضمن تحالف الفتحة حيث أعلن أنها فازت بنحو 17 مقعدا بعدما كان لها مقعد واحد في البرلمان الحالي نحن لدينا قرار أخوان قرارنا يجب أن نكون جزء من الكتلة الأكبر لأن نتيجة الانتخابات والأطراف اللي فازت والإشارات السلبية التي أرسلت معناه يعني أخذنا هكي إشارات معناه الذي إذا لن نشارك فسنقصى وممكن يعني نبدأ على وضع مو صحيح فقرارنا يجب أن نكون جزءا من الكتلة الأكبر هذا قرار ترجع المشكلة بالأساس بحسب الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات عاد الألام إلى أن مفوضيات الانتخابات المتعاقبة كلها غير مستقلة مؤكدا أن الانتخابات عام 2018 كانت الأكثر تزويرا هذه أكثر انتخابات صار بيها لغط وتزوير وشفنة أفلام وشفنة أنا سمعت شهادات هذه ثلاث مفوضيات وأنا مسؤول عن كلامي مو مستقلة ثلاث مفوضيات وإلا منه اللي عين الموظف المدير مكتب انتخابات للدول اللي عددتها مهم مجلس المفوضين عينوهم ما تشيكتوهم دولة ما عرفتوهم لأكم حسوبية ومنسوبية وحزبوية هذه المحاصصة يظهر جليا أنها ستكون قدر عراق ما بعد 2003 لتنتج حكومات ضعيفة بحسب صحيفة الرأي الكويتية التي تقول إن إيران وأمريكا اتفقتا على دعم حيدر لعبادي لولاية ثانية وهو هدف يبقي العراق ضعيفا ومقسما سياسيا في ظل حكومة غير متجانسة وبرلمان تسيطر عليه الميليشيات شكرا